أنا هرجع هنا برضو يعني أسأل الدكتور مجدي يعني هي فكرة أنه وهردوت قال المصريين كانوا بيدوروا على الأكلات التي تديهم طاقة واللي قدروا يشتغل ومصر القديم كان بيشتغل بيشتغل يا إما في الزراعة أو حتى كان بيعمل المعابد بتاعته أو بيعمل الأشكال فأعتقد كان محتاج دايماً لحياة التي تديه طاقة كان محتاج طاقة إحنا برضو سجلنا أن فيه الأمح نفسه كان ليه موصفات خاصة شديد صلابة زي ما احنا عارفين برضو كان المصر القديم اللي بنا للأهرامات اللي بنا المعابد كان إيه أكله كله كان أكله يا عيش ويهي جنبيه بصل جنبيه جبنة جنبيه والعيش ده كان أساسي ده كان أساسي وهو ده اللي إحنا مشهورين جداً به يعني هتلاقي بالنسبة للدولة العربية أو هنا إحنا مهتمين جداً بالعيش يمكن بلاد تانية زي الصين اليابان بيهتموا أكتر بالرز في غيرنا فإحنا الحمد لله مصر فعلاً أم العيش يعني ده بالنسبة لنا حجر زاوية ده لقيتوه في كل الأماكن ده في كل الأماكن ترجمة نانسي قنقر